احكيلي بقى بنستورد منين بنحكر ازاي بناخد موافقات ايه بالتفاصيل بالكامل والله احنا بنجيب الغازال ده اساسا من هولندا او بلجيكا اولا بنعمل موافقات في ونزارة الزراعة ايه لجان بتطلع معاكو لا 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 نبيش لجان لا احنا بنتعامل مع العميل والعميل بيبعت لنا البلد على مصر طمام بتبقى مرة طبعا ايضا بتيجي عمرها سنة سنة بتيجي من اه اه عشار ولا تحت العشار لا 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 تحت العشار تحت العشار اه اه عمرها سنة تمام فبنستلمها هنا من مطار الكاهرة على ازاي الاساس بيجي النا الغازال البلد في تلتمية تلتمية عشرين غزالة اه بيجي هنا حجر بطري كم يوم بقى واحد وعشرين يوم ده عشان نتطمن انها سليمة بيطريا اه اه بعد كده احنا يعني هي بتبقى مفرج عنها من المطار اه تحت التحفز عندك اه تحت التحفز اه لا 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 بعد واحد اه بعد الحجر البطري بعد 20 يوم نبيع الغزال ما فيش مشاكل خلي بالكم سعر كيلو لحم الغزال الأوروبي من 600 ل 650 جنيه وسعر الزكر قايم يعني حي 12 ألف جنيه وده عمر سنة وبيصف حوالي 20 كيلو لحم أما الغزالة عمر 3 سنين فسعرها ده في 8 الزكر والأسرة عادة ما بتكون مكونة من زكر و 6 غزالات الغزالة طوف عليك من هولندا أو بلجيكا بكامل؟ من 600 دولار 600 دولار دولار بموافقتها بكل حاجاتها كله كله وصل لغاية عندك هنا لغاية هنا في مصر وبعدين الواحد وعشرين يوم بتحسب عمليات تغزياتها تمام بحسب عمليات تغزياتها وبعد كده أنا ببيحها أنت قبلك للناس عادي بتستوردوا كل عدة إيه شحنة من هولندا أو بشي؟ احنا بنستورد كل سنة في الشتاء شحنتين يعني حوالي 640 آه بتاع 600 650 حسب من الغزال الأوروبا وبتتوزع كلها كل الناس بقت عندها غزلان دلوقتي مفيش مفيش حد مثلا قليل اللي يقول لك النهار ده مثلا يقول لك أنا عاوز أربي غزال عاوز أكل لحم غزال عاوز أشوف تربية الغزال دي فيها الناس بدأت تربيها على الأسطح يعني يوم بعد يوم تربية الغزال الأوروبا بتنمو في مصر بشكل كبير جدا طبعا